موسيقى أهلا بكم سرطان الأطفال في جوهره تجربة قاسية لأسرة كاملة ولأولياء الأمور مهمة مزدوجة وذلك بالتحكم بعواطفهم والضغط النفسي الذي تعرضوا له من جهة بالإضافة إلى مساعدة أطفالهم على فهم العادات الجديدة والتكيف معها والبيئة المحيطة بهم واتباع متطلبات العلاج الطبي ولا يغيب عنا أن الطفل وأسرته في حاجة دائمة وماسة إلى الدعم المعنوي والاهتمام الفائق خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الطفل المعرفي الذي من أساسياته عدم انقطاعه عن الدراسة وهذا ما تنبهت له مؤسسة بحرين ترست التي وضعت على عاتقها مسؤولية تعليم الأطفال محاربي السلطان وذلك بافتتاحها مدرسة دينا كانو المصغرة بمجمع السلمانية الطب سيكون معنا للحديث حول هذا الموضوع سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيس مجلس دارة مؤسسة بحرين ترست وهي مؤسسة خيرية غير ربحية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس محليا وإقليميا أيضا سنبحث هذا الموضوع معها ولكن بعد التقرير التالي فكرة المدارس المصغرة مبنية على خلق وتطوير بيئات تعليمية مصغرة كحل بديل للصفوف العادية ذات العمر الوحد توفر التعليم والمهارات الأساسية لحياة هؤلاء الأطفال هذه المدارس عبارة عن صف واحد متعدد المراحل الدراسية يضم أطفال بأعمار وقدرات وبيئات مختلفة ويكون الطالب فيها هو محور التعلم ويكون التعلم مبني على التعلم الذاتي وتعلم بالمشاريع يعتمد منهج المدارس المصغرة على إكمال ستة مشاريع مرتبطة بالواقع سنويا وبالمنهج المعد له لتدريس جميع المواد الدراسية مؤخرا تم افتتاح مدرسة دينا كانو المصغرة بمستشفى السلمانية الطبي للأطفال المرضى وهي أول مدرسة مستشفى في مملكة البحرين مدرسة دينا كانو هي أحد أمثلة المدارس المصغرة التابعة لمؤسسة بحرين ترست وتمثل مدرسة المستشفى وهي المدرسة المخصصة لتوفير التعليم للأطفال المرضى أثناء بقاءهم لفترات طويلة في المستشفى وهي عبارة عن صفين في صف الأول في جناح 202 وحدة عبدالله خليل كانو لعلاج أورام الأطفال والصف الثاني موجود في جناح 31 الخاص بالأطفال المرضى في بقية الأجنحة والطلبة عندنا في عندهم التقبل متفاوت أول ما شافوا المدرسة ظنوا أنها مدرسة تقليدية ولكن لما احضروا وشافوا الأنشطة وشافوا الألعاب وشافوا توظيف التكنولوجيا وشافوا توظيف اللعب وتوظيف الشخصيات والأركان في عندنا طلبة حتى وهما متشافين يحابين فقط أنه ميون إلى الأنشطة في صفين المدرسة أنا كنت مريض وقد أدعالش في مستشفى السلمونية والحمد لله تشوفي اليوم سمعت أن في نشاط تنوين الحصولات فجي أتمنى أن تجوا المستشفى السلمونية مدرسة دينا كانوا عشان تستانسونوا اليوم أنا لأجي مدرسة دينا كانوا استانسوا جد عمري عشرة سنة أنا كنت أروح المدرسة بس يوم مرض صرت ما أروح المدرسة لما أجي مدرسة دينا كانوا أسوي عمال يدوية وسوي وقرأ قصاص استمتعوا يا أصدقائي والعبية أتمنى حضركم لمدرسة دينا كانوا عشان تستفيدوهم يا ربوا تشافيني وتشافوا جميع الأطفال أرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام وباسمكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بحرين ترست وسيكون حديث عن المؤسسة وأيضا عن مدرسة دينا كانوا المصغرة التي تم افتتاحها رسميا مؤخرا دكتورة فاطمة مرحب فيك في بداية سعيد وجودك معنا في السيديو وانا أكثر سعادة الله يسلمك شكرا على هالاستضافة نتشرف فيك دكتورة تم مؤخرا بتاريخ 18 سبتمبر الجاري افتتاح مدرسة مدرسة كانو أو دينا كانو المصغرة نعم شنو هي المدارس المصغرة دكتور نحن نعرف المدارس التقليدية كلمنا عن هذا المشروع وهو واحد من مشاريعكم في مؤسسة بحرين ترست رح نتوسع في هذه المشاريع لكن نبتدي من مدرسة دينا كانو المصغرة ان شاء الله مؤسسة بحرين ترست هي مؤسسة خيرية وكمؤسسة خيرية دائما نبحث عن حلول نبحث عن شيء نضيفة للمجتمع نساعد في الناس اللي أكثر حاجة فطبعا نحن نركز على ثلاثة محاور في مؤسسة بحرين ترست نركز على التعليم وهي بشدة نركز عليه ونركز على خدمة المجتمع وأيضا على دعم رواد الأعمال الصغار جدا اللي يبتدون من منازلهم طبعا بالنسبة للتعليم احنا عندنا مشروعنا اللي نركز عليه هو مشروع المدارس المصغرة المدرسة المصغرة من اسمها أو مايكرو سكول بالانجلينزي المايكرو سكول هي مدرسة صف واحد متعددة الأعمار يعني أنت في هذا الصف يدرس فيه الطالب من صف الأول إلى الطالب في المرحلة الثانوية وأيضا هو تدريس يعتمد على المشاريع أنت لا تدرس حصص تقول حصة رياضيات وحصة لغة أو إلى آخره وإنما تقول أنا هالشهر عندنا مشروع راح ننجزه ومن خلال هذا المشروع فالطالب يتعلم بغية تحقيق هذا المشروع يعني مثل ما يسموه بالانجلينزي بروجيكت بيست ليرني فهذه هي التعليم عن طيب المشاريع نعم وعندنا طبعا في تعليم إلكتروني يساند هذا التعليم فالمدارس المصغرة فكرتها أنها أول شيء تكلفتها جدا ضئيلة غير مكلفة للقيام بها وهي تهدف للمجموعات الصغيرة اللي ما يحتاجون لمدرسة ضخمة مدرسة كبيرة قد تكون موازناتها جدا ضخمة يحتاجون إلى حل ذكي حل يساعدهم يتغلبون على الحالة اللي هم فيها نعم فلذلك إحنا المدارس المصغرة في مدارس بنيناها في المناطق النائية القرى النائية شيء موجه للاجئين إلى آخره لكن في البحرين أول تجربة لنا أننا نفذنا مشروع المدارسة المصغرة اللي هي مدرسة المستشفى اللي هو في مستشفى السلمانية الطبي مدرسة الدينة كون مدرسة الدينة كون عشان نوضح للسادة المشاهدين نعم أنتوا كمؤسسة عندكم مشروع المدارس المصغرة نعم هذا المشروع أساسا بدأ أن تسووا مدارس في الخارج نعم ليش؟ لأن في أماكن مثلا قرى نائية مثل ما تفضلت نعم أماكن النزاعات وغيرها نعم فتسووا مدارس صغيرة عبارة عن صف أو صفين نعم ويكون فيها التدريس بالطريقة التي تفضلت نعم ويكون قريب من الأهالي يعني مطمئنين على أولادهم يعني يتعلمون في يعني الفكرة حتى بعد في قرى مثل ما قلنا نائية أو مجموعات البدو اللي هم أبعاد اللي عيالهم ويروحوا مدارس فممكن أن هذه المدرسة تكون مثل في مصر في أسوان مثلا نعم كان عندكم مشاريع في الأردن في الأردن نحن معاهم الآن نشتغل على تنفيذ هذا الشيء في الأردن الحمد لله مع وزارة التربية هنا وعندنا في الهند أيضا أنشأنا مدرسة عندنا في مالي أنشأنا في قرى قرية جدا بعيدة والآن في النيجر فحاليا يمكن عندنا حوالي ست مدارس اللي أنشأناها بالإضافة إلى مدرسة البحرين اللي هي في المستشفى البحرين الوضع يختلف لأننا في البحرين والله الحمد لله كل قادر لنا يدخل مدرسة التعليم مكفول للجميع وحق دستوري اللي يريد أن يذهب مدارس خاصة على راحته موجودة أيضا فهذه المدرسة لها وضع خاص هي للمرضى الطلبة التي يمتنعون عن دراسة أو تتعثر الدراسة بسبب وجودهم في المستشفيات لفترات طويلة كلمين نعم هي بالذات كانت موجهة للأطفال المصابين بسم الله عليك وعلى المشاهدين جميعا مصابين بمرض السرطان والله يشفيهم ويطمن أهاليهم عليهم يا رب فهؤلاء هذه الفئة المجموعة الصغيرة من الأطفال يحتاجون إلى دعم كبير صراحة دعني أقول في البداية وهذه لا بد أن نذكره أن دعم أطفال السرطان وتعليمهم قامت به جمعيات عدة صراحة يعني إحنا لما رحنا إلى مستشفى السلمانية كان أردي في الجناح كانت في جمعيات أخرى مثل جمعيات أمنيات طفل سوا والديكور ابتسامة ابتسامة عندهم برنامج يعني أنا عارفهم من أيام أنا كنت في الوزارة صحيح عائلة عبدالله خليل كانوا جهزوا المكان المبرة الخليفية أيضا جهزوا القاعة الأخرى ففي جمعيات أخرى صراحة تكمل أو أقصد يعني قدمت قامت بأدوانها المختلفة نعم إحنا جئنا كمدرسة بدوام كامل بمدرسين موجودين في الجناح يوميا لهؤلاء الأطفال لأن يعني الأطفال ذي لين يعني صراحة بسبب المرض حتى يكون صعب جدا على الأهالي أنهما يودونهم المدرسة أو حتى يتابعون معاهم فإحنا وفرنا لهم بيئة يعني جميلة وبالتالي حتى الأطفال نفسهم يحبون صاروا النأيون إلى هذا الصف يعني مدرسة دينة كانوا يقولون لأنه يستمتعون ويشوفون المدرسة وتكون معاهم ويشوفون هذا الوجه مستمر فيحسون بإحساس المدرسة الرسمية لكنها ليست مدرسة رسمية يعني الأطفال لا زالوا مسجلين في مدارسهم الرسمية ويقدمون امتحاناتهم في نهاية السنة ويقدمون امتحاناتهم في مدارسهم لكن نحن نوفر لهم الفترة اللي ينقطعون فيها عن التعليم قلت فيه مدرسة بدوام كامل من مدرسين وغيرها شلون دكتور يعني أنتم عندكم هذا الصف أو الصفين فيهم كم مدرس من اللي بدوام كامل من المتطوعين عندنا طبعا الصفين أولا بدأنا في جناح مائتين واثنين وبعدين المستشفى طلبوا مننا نفتح صف ثاني في جناح واحد وثلاثين للأطفال يعني الأمراض الأخرى فيه ميسر احنا نسميه ميسر مو مدرس ميسر في كل صف دوام كامل يعني ايه من الصباح إلى ما بعد الظهر يدرس الأطفال في نفس الوقت أيضا الفترة المسائية يأتون متطوعين وفيه ما شاء الله عندنا احنا فوق 25 متطوع إلى 30 متطوع معنا صراحة وهؤلاء المتطوعين والميسرين احنا مررناهم في عدد من البرامج التدريبية والورش التدريبية على طريقة ومبادئ ومفهوم التدريس في مدرسة الدينة كانوا المصغرة وطبيعة التدريس وكيفية التعامل مع الأطفال وكيفية عمل الحقائب التعليمية يعني كل هذه الأمور الأركان التعليمية كيف نوزع فيها الأنشطة كيف إحنا ما ندرس اليان نخليه هو يكتشف هو يبحث عن المعلومة وإحنا نيسر له ففي عندنا طبعا الميسرين موجودين مثل ما قلت بدوام كامل عندهم ملفات لكل طالب يتابعون برنامج كل طالب عندنا بعد منصة تعليمية أونلاين إي ليرني بحيث أنه لو راح البيت يقدر يتابع مع المدرس على الموقع ويشوف له الواجبات ويحلها ويقدمها إلى آخره ويأتي دور المتطوعين اللي صراحة يعني شباب بحرينيين متميزين في أي مجال دكتورك؟ في كل المجالات يعني جاولنا طلبة جامعة يعني كانوا يدرسون طلبة جامعة ناس متخصصين في الرياضة يعطونهم تمارين تمارين رياضية نحن بعد مع اليوغا بنبتدي معهم إن شاء الله قريباً يعني فيه مدرسين أصلاً مدرسين عقب ما ينهون عملهم الصباح عيون المساء تطوعاً تطوعاً فمشاء الله يعني هؤلاء المتطوعين صراحة يعني أنا فخورة بهم جداً مع مدرسيننا ومع الفريق اللي إحنا يعني كل اللي يعمل في مؤسسة بحرين ترست إنه يعمل يعني حبهم مو هو فقط تأديات عمل وإنما هو محبة وإحساسهم بالفرح لما يشوفون الابتسامة على واجه طفل في مثل هذه المشاريع كم عدد العاملين في المؤسسة بدوام كامل يعني رسميين وكم عدد المتطوعين يعني إحنا تقريباً حوالي ست موظفين دوام كامل المتطوعين بس حق مدرسة دينو كونو قلت لك بين الخمسة وعشرين للثلاثين ما شاء الله من مدربين من مثل ما قلت لك مدرسين من طلبة جامعة ما عندكم أخصائين نفسيين لتقديم الدعم النفسي أعتقد هذا الجانب محتاج بشكل كبير أكيد خاصة الأطفال أهاليهم نعم يمكن حتى المدرسين يحسبون مثل هذه الدعم صحيح هايزين لي ذكرت هاي النقطة لأنه إحنا أيضاً عندنا شراكات مع مؤسسات أيضاً تطوعية يعني يتطوعون معانا عندنا مثلاً شركة إنسايت اللي هو للدعم النفسي والاستشارات النفسية هم يقدمون للأطفال والمدرسين وحتى لأولياء الأمور جلسات نفسية وأيضاً يعطونهم محاضرات يعني ورش عملية للدعم النفسي عندنا أيضاً تلب مجموعة شباب بحرينيين عملوا تطبيق على يعني على الأب ستور أو هذه هذا التطبيق يوفر دروس خصوصية لكن عطونا إحنا لمدرسة دينة كونو يعني جزئية لنا إحنا أن الدروس الخصوصية تكون مجانية ومجانية للأطفال فبالتالي أولياء الأمور اللين يبغون مدرس خصوصي إحنا متطوعين يسجلون وأيضاً أي شخص تاني على الأب نفسه مسجل يريد أن يتطوع ويدرس دروس خصوصية لها الأطفال يقدر عن طريق هذا التطبيق عندنا أيضاً شركة الجودة للتعليم بعد أيضاً معاونا يساعدوننا في تطوير أمور الجودة وتأكد منها وغيرها ولدينا طبعاً متطوعين إحنا في مجالات أخرى مو بس لمدرسة دينة كانوا عندنا مشروع الطريق التعليمي بنتكلم عن مشاركة الكثيرة فمشاء الله المتطوعين يعني إحنا الآن يعني ممكن نوصلوا إلى المئات يعني ما شاء الله اسم عرفة عددهم بالضبط راح يتكلم عن المشاريع الثانية اللي موجودة لكم في مؤسسة بحيتراس لكن مدرسة دينة كانوا المصغرة تتاح الرسمي كان في 18 ستمبر الجاري لكن انتوا عملياً بديتوا قبل فترة أطول يمكن سنة تقريباً وكنتوا يعني تشتغلون وتتعلمون لأن تجربة يديدة وبهدوء مثل ما اتفضلت تجربة يديدة عليكم يعني هي التجربة ليست مستنسخة بالكامل من أي تجربة خارجية قلي تكون مشابهة لبعض التجارب يعني شوف مدرسة المستشفى موجودة في الدول الغربية في أمريكا وجدنا هذه النماذج المدارس المستشفى في المنطقة صراحة ما كان في المدارس اللي مثل ما قلت يعني موظفين بدوام كامل وجدنا برامج تطوعية يعني ناس يون متطوعين لفترة متى ما الوقت ساعد أو في شانس يمكن في بعض الدول في المنطقة عندهم يعني مدرس بس مو بالطريقة يعني مثل مدرس خصوصي قاعد إذا يطالب له وابعيد عن الجناح مف الجناح إذا يتعلم منه فإحنا مثل ما قلت يعني ابتدين قلنا يعني ليش منسوي مدرسة مصغرة لأنها تنطبق عليها أهداف المدرسة المصغرة وليش منسويها في مستشفى أمور اللي واجهونها أولياء الأمور شلون التعامل معاهم يمكن خاصة في الجناح الأول مائتين واثنين ومرضى السرطان من الأطفال لأن الوضع مختلف تماما يعني إحنا حتى مع الوقت اكتشافنا أن يعني الأطفال نفسهم أولياء الأمور يقولون أن أولادنا صاروا سعيدين لما يون الجناح يفرحون وسيدة من أول ما يون يركضون بس يبقون يدخلون الصف يبقون يشوفون المدرسة يقعدون معها تعلمهم التابع معهم بعض الأمور وحتى لما يتشافون يكونون خارج المستشفى بعد يحبون يتواصلون معنا فيها عن طريق الأونلاين طريق الأونلاين إحنا أيضا نعمل لهم بعض الأنشطة والزيارات خارج المستشفى فهذا خلاهم أنه فعلا يعني يعني يرجعون للتعليم يحبونه يحسون قيمته بدأ من فترة الانقطاع التي كانت تصير في فترات العلاج خاصة العلاج مكثف لأطفال السرطان حتى صادفاتنا طفلة أعتقد لأنها من صغرها كانت مريضة ما دخلت المدرسة بتاتا بسبب المرض فالحين إحنا ابتدين معاها من البداية من تعليم الحروف والأرقام يعني لهذه الدرجة أن هؤلاء الأطفال يعني يحتاجون إلى المتابعة وإلى التعليم وأنا يعني فعلا أنا يعني لابد أن أنا أذكر أن أنا أقدر وأشكر وزيرة الصحة الأستاذة فايق الصالح يعني على دعمها لهذا المشروع والوكلاء اللي معاها دكتور وليد المانع ودكتور محمد العواضي صراحة دعمهم وأهم شيء الممرضات اللي كانوا يشرفون على الأجنحة يعني هم كانوا الأدوات اللي كانت تساعدنا وتيسر لنا الأمور فيعني أنا أقدم لهم الشكر والتقدير صراحة كلهم على هذا الدعم أننا موثقة وفي المؤسسة في أننا نحن نيي ونبتدي هذه التجربة والآن وصلنا إلى مرحلة متطورة أنه صار فيه فيه إجراءات صارت واضحة كأنكم مدرسة يعني من بداية السنة هذه تعلمنا أمور عديدة الآن وضعنا دليل إجرائي عرفنا نوعية الطلبة شلون التعامل كيف الطالب يستمر كيف نحن نتابعه فصار فيها دليل إجراءات وصار فيها يعني أمور واضحة إجرائية مع المستشفى أنها يعني أنها ممكن تطور وكان جزء من العلاج النفسي حتى دكتور لأن أطفال يعني اللي يعنون في هذه الأمراض يحتاجون دعم نفسي كبير يؤثر في علاجهم وتقبلهم أنا قصة يعني مؤلمة يعني صادفتك محلات إنسانية طبعا يعني الله يرحمها وكان من الأطفال الصغر وكان نشيط وحب وكان سعيد يعني لما يوننا بعض يعني أنا بعد من المتطوعين لعندنا اللي هما يقرؤون القصص لستوري تيلرز فكان يعني سعيد جدا بهذا الشيء أن أحد يقرأ للقصص ويمثلها وغيرها فلما توفى يعني أذكر المدرسة كانت حزينة وكلهم حزينين لشيء قلت لهم يعني أنتوا أهم شيء لو تذكروا أن أنتوا زرعتوا البسمة فيه قبل الله يختارها فيكفي أن الطفل كان سعيد فهذه أهم شيء يعني عشان شذي التجربة موسهلة عشان شذي حتى يعني المدرسين والمتطوعين محتاجين دعم نفسي حتى أهمل أن ترتبط مع الأطفال وطفل تتأثى لما تشوف يعاني أو هذا اللي نقعدين نسويه نعم الدعم النفسي أول شيء كان للميسرين أن ندعمهم أنهما شلون حتى نفسيا أن يكونوا صبورين أهم والمتطوعين اللي معاهم نعم دكتورة الفكرة يت خارج البحرين كنت في الأردن وكنتوا تقدمون يعني بعض المشاريع للمدارس مصغرة نعم وحدث شيء يت الفكرة رجعت البحرين طرحتيها على وزيئة الصحيرة أريدت خبرين عندي يعني أنا مثل ما قلت لك نسوي مدارس مصغرة خارج البحرين فكنا في الأردن نتعاون مع وزارة التربية هنا كنا نفتتح عدد من المدارس المصغرة للاجئين وأيضا لبعض القرى البنائية البعيدة في الأردن وهم يعني في هذه الزيارة زرنا مستشفى مركز الحسين للسرطان وكانت عندهم تجربة بس مثل ما قلت لك ما كانت تجربة مدرسة وإنما تجربة يعني مدرس موجود يون لغرفته مكتبه يدرسونه ما كان قاعة صف ما كان فيه أنتو عنكم منهج عنكم معايير جودة راح نتكلم عنها أيضا نعم نعم نحن المنهج هو المنهج الحكومي في أي دولة نفتح فيها المدرسة ما نيب منهج من عندنا نأخذ منهج الحكومة بس التعليم بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة المشاريع يعني على سبيل المثال فالطالب مدة شهر واحد علشان يصير فيه تهيئة يتكلم عن نفسه فلما تقول له من أنا نقول له اكتب عن أسرتك فيبتدي يكتب اقرأ هذه أنا وأسرتي اقرأ عن وطني اقرأ مثلا فيدش في الاجتماعيات ارسم العلم مالك يعني تبني معاه الهوية ابتدي كمعدد أفراد الأسرة عشرة وهذه خمسة فيبتدي في الرياضيات فتعرف يعني في كثير من الأمور أن ندخلها معه فالتعليم يبتدي يكون له معنى للطفل أنه مو بس مادتي وتنزلها عليه لا يعرف أنه ليش قاعد يتعلم عشان يعرف من أنا عندنا مشاريع ثانية مثلا إعادة التدوير عندنا مشروع مثلا حول العالم يبتدي مثل جولات حول العالم الطباخ الماهر مثلا في الطابخ الواحد يقول هاي شنو ذي المشروع نعم نعم تعلم العلوم والخلطات الكيموية به خلطات الضيف الماء على الخل على هذي ومن خلال مناهج المدارس نفسها منهج المدارس عشان الطفل ممكن يقدم الامتحان نعم فكل مشروع نحط فيه كل المواد المرتبطة فيه من المنهج الحكومي مع هذا المشروع فما يخلص المشروع إلا قاري كيل هالمواد المرتبطة بالمشروع نرجع إلى مدرسة الحسين أو مستشفى حسين مركز الحسين مركز الحسين وشونية الفكرة فيات الفكرة وكانوا معجبين جدا بفكرتنا المدارس المصغرة وكانوا يبغون أن نسويها عندهم وإحنا يعني كان لازلنا معهم في هذه لكن أنا فترات حزتها يعني رجعت يوم رجعت البحرين قلت يعني إذا أسوي هناك فليش ما نسويها في البحرين يعني إذا دولة ثانية أعجبوا بفكرتنا ويبغون نطبقها عندهم فليش ما نسويها إحنا في بلدنا فالحمد لله والله ييت وقابلتهم في الوزارة وقلت لهم عن فكرتنا فكرة المدارس المصغرة وبالعكس وجدنا كل ترحيب منهم صراحة وبدأتوا بجناح مائتين وثنين بعدين هم أعطونا جناح واحد وثلاثين وحين بعد يمكن معهم بناخذ أجنحة أخرى وإن شاء الله ممكن نتوسع الروح إلى لا مستشفيات ثانية بعد من الجهة الداعمة ماديا دكتورة؟ يعني مدرسة دينا كانو؟ هو زوجها رحمة الله عليها الله يرحمها زوجها محمد المؤيد ما قصر قال أنا يعني بأخذ المشروع ذي كله وبعطيكم كل ميزانيته كل اللي تحتاجون يعني بالذات يعني رواتب المدرسين والمشرفين التجهيزات المرامج اللي نسويها يعني مكلفة فإحنا طبعا كمؤسسة خيرية نعتمد دائما على التبرعات ففيه في البداية طبعا سهموا معنا بنك البحرين الكويت سهموا معنا مدرسة سينت كريستفر بعد سووا لنا جمعوا لنا تبرعات وقدموها للمدرسة أولياء أمور الأطفال نفسهم بعد تبرعوا لنا يعني أذكر الأخ بحامد موسى واحد ولي أمر أبو عيشة الله يذكره بالخير قدم لنا مبلغ وقال يعني وشاريننا منه يعني جهاز كمبيوتر وذي فيعني حتى أولياء الأمور حسوا بقيمة هذا الشيء وقاموا ويتبرعون لنا فطبعا إحنا المؤسسة هي خيرية وتعتمد على التبرعات فالمصادرها تختلف في من عوائل وفي من وجهاء وفي من بنوك في البلد عندكم مشاريع مختلفة داخل البحرين بنتكلم عن الخارج أيضا بشكل سعر لكن داخل البحرين شنو هم مشاريعكم دكتورا احنا يعني في تابعة طبعا للمؤسسة مؤسسة بحرين ترست نعم لأن احنا نركز على التعليم فنحاول نشوف شنه الأشياء يعني المرتبطة بالتعليم فأحين هل فيديش التربوية دكتورا واضحة في كل المشاريع نعم نعم والتعليم يعني أنا دايما نقول هو أساس التغيير صح وهو أساس الحياة بغيت تطور بلد مجتمع طور التعليم نعم نعم فبغيت تطور إنسان تخرجه من الوضع اللي هو فيه روح علمه ودربه هو راح يغير نفسه ويغير أسرته معه وهذه بالفعل بعيوننا نحنا شفنا هذا الشيء في الأماكن اللي سوينا فيها مدارس كيف تغيرت تلك القرى خارج البحرين خارج البحرين اللي يعني ما عندهم شيء إلا أنهما نصروا ناصم الطورين هيئتهم تغيرت أولادهم فعموما يعني لأننا نؤمن بالتعليم إحنا والفريق اللي معاننا ومعاننا الحمد لله إحنا في لجنة للتعليم معاننا أساتذة دكتورة فوتن مؤيد أستاذة ريم الخليفة هذي كلهم معاننا وكوثر الغتم دكتورة كوثر الغتم وعندنا مجموعة كبيرة من الخبراء معاننا في هذه اللجنة التعليم عندنا برنام يعني ممكن أذكر مشروعين إذا في وقت مشروع الطريق التعليمي واللي احنا تاونا افتتحنا أو ما افتتحنا احنا دايما نسوي soft launch نشوف البجتمع كيف أنه لكننا عملنا بالتعاون مع بلدية الجنوبية ومع المجلس البلدي الجنوبي صراحة قدموا لنا الدعم كانت الفكرة أن في المنطقة اللي احنا فيها مقر الجمعية في الرفاع وفي فريج من فرجان الرفاع القديمة ولأن الفرجان القديمة طبيعتها مكتظة وما فيها أماكن أراضي حق حدائق حق متنفسات فما فيها شيء فيات الفكرة قلنا ليش ما الأطفال إذا هم قاعدين ما يساوون شيء يمكن يبتدون يخربون وفعلا كانوا من نصلح شيء أني إلى يوم ثاني كانوا من خربينه فقلنا فقلنا هذا الطاقة لازم نحطها في شيء ثاني فقلنا ليش ما نستخدم هذا الطريق اللي أمامنا واللي ما فيه سيارات تتمر فيه ليش ما نغيره ونسوي طريق تعليمي نستخدم الحيطان أننا نحط أشياء تعليمية يتفاعل معها الطفل نسوي أماكن جلوس جميلة أن نخلي حتى كبار السن الأباء يقعدون مع عيالهم نسوي حتى ألعاب على الأرض أن الأطفال نصبغها على الأرض القافز أو السكينة يعني أعدتوا تشكيل المكان كله هو المكان نفسه بس ضفناله مكان كرة تسلة مكان لعب هني مكان شيء تفاعلي مثلا عن الموسيقى شيء يعني علمي هو أن البيبات حسب الطول تصدر صوت مختلف فنبي الطفل هو يكتشف كأن متحف علمي خارجي وضعنا مكتبة أيضا خارجية حطينا فيها الكتب وقلنا اقرأوا منها قد اللي تابعون اخذوها أو رجعوها راجع لكم وخلينا مكان جميل بنين أكثر شيء جبنا الزرع حطينا الزرع حطينا الخضروات حتى أن الأهالي إذا يمرون ممكن يأخذون من الأشياء المزروعة ما عليش يعني هذه لهم حطينا مكان جميل هذا في الرفاع التجربة في الرفاع للماذا لا تعملونها دكتورة؟ الفكرة جميلة نعم فهذه هو البايلت أعتقد ممكن أحد يطلع عليهم من خلال موقع موجود عندنا على اليوتيوب ونحن نزل إن شاء الله على اليوتيوب عندنا ممكن يشوفون الفيلم ممكن يشوفون على موقع المؤسسة حتى حطينا مكان حق لطيور بعد أن يعيشون فيه فصار مكان متكامل مثل غرفة معيشة مثل ما يقولون غرفة معيشة لأهل الفريج ماذا تفعل هذا الفريج مع المشروع دكتورة؟ صدقني تمينا في المكان قبل أن نسوي طريق التعليم التعليمي لم نكن نشوف أحد حين هل الفريج قبل كنا نشوفه جانب يعني هؤل الموجودين وهل البحرين البحرينين لم نكن نشوفهم صار طريق التعليمي رأيناهم اطلعوا ايون يشوفون شافوا مكان حلو اسمه ديكان فريج؟ لا لا سوري طريق التعليمي طريق التعليمي يعني بنتكلم عنه بعد نواصل عنه فابتدوا يطلعون احنا هدفنا بعد ان هذه الطريق التعليمي يكون مستدام يعني الإضاءة مستدامة السقي النباتات مستدام وايضا أهل الفريج ننبي أحد منهم يعني طلبنا أن نجتمع معهم أن نخلي أحد منهم وهو يشرف على الطريق وهو فريجهم وهو فريجهم كلهم لما يجبون التغيير بحافظون عليه نعم والله أصدقني قبل كنا يشرفنا اليهال يخربون الآن لأننا شاركناهم معاونا صاروا يحفظون عليه ما شفنا التخريب اللي شفناه قبل فتعرف أن هذه شيء عدل حتى من السلوك فبالتالي وايد عجب البلدية وإن شاء الله الآن بنبتدي انتوسع نشوف أكثر من مكان ونحاول نحصل دعم من الشركات لأن فيها أشياء مكلفة الصباغة والنجارة وهذه الأمور لكنها في النهاية تعطي قيمة مضافة يعني صاروا الناس يتصورون حق السوشال ميديا في الطريق التعليمي لأن مكان جميل شكل حلو وفكرته حلو رسالته حلوة ورسالته حلوة لأن مشاريعكم لأن وقتنا ضيج دعنا نتكلم عن ديكان فريج باختصار ديكان فريج أيضا هو من المشاريع اللي احنا ندعم فيه الحرفيين البحرينيين اللي يعملون من المنزل أو اللي عندهم ورش بسيطة هذي الحساب اللي نازل موقع على الانترنت نسوق فيه منتجاتهم فهم يعني نعرض كل حرفي ونعرض منتجاته ونقول يعني يعني نشجع الناس أنه يدفع وها أصلا لأن الموقع تسن إي شوف مثل ما يقولون موقع فأنا ممكن نشفي أونلاين ويوصلني تشتري أونلاين ويوصلك للبيت بعد يوم أو يومين يوصلك في أحسن بضاعة جيدة بضاعة جيدة وممتازة وفيه بعد أتمنى ناس تشارك وتدعم وشيء بعد سوينا مع الهيئة هيئة الثقافة ومع جامعة البحرين مسابقة القصص هذه مرتبطة بعد بالمدارس شجعنا بحرينيين يألفون قصص للأطفال حق مدارسنا المصغرة وحق مشاريعنا والحمد لله العام الماضي بالتعاون مع الهيئة ما قصرات كانت يعني الشيخة مي والشيخة هلا وست قصص يعني دخلت المكتبة البحرينية من هذه المسابقة ومن خلال اللجنة اللي دعمت اللي من جامعة البحرين على رأسهم دكتورة جميلة سعدون ومعهم دكتورة شيخة الجنيد ويعني ساعة آنسل أس ما قصر أو صراحة كل دكوترا يعني سعدون وهذه مشروع احنا بالنسبة لنا أيضا قيمة مضافة للتعليم واللقراءة والثقافة في البحرين أنا كشاكلة كل الشكل دكتورة قاطمة ساعة بوجود إسمعاننا مشاريعكم ما شاء الله هي مثمرة وهي كلها خدمة للمجتمع سواء في البحرين أو خارج البحرين فنتمنى لكم كل الدعم والتوفيق إن شاء الله وهذه اللي نزلنا الحسابات نتمنى ناس تتوفر وتتابع تشتري أو تدعم ونتمنى وجود متطوعين معنا أو اللي حاب يطوع معنا رحلات الخير أو متطوعين هنا مداخل البحرين شكرا لكم على استضافتنا وإن شاء الله نقدم كل اللي في الخير لوطننا إن شاء الله واجب إذا مشاهدين نعود لمدرسة دين اللي بدأنا في الحديث مدرسة دين كانوا المصغرة تعتبر أول مشروع تعليمي ليكون أحدى التجارب متميزة برعاية احتياجات المجتمع البحريني فمثل ما نعرف مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تبدو الجهد كبير ومتميز في خدمة المجتمع وما هذا المشروع الحقيقة إلا مثال حي على تآذر على المجتمع الناضب بالحياة هو أيضا واحد من مشاريع مؤسسة بحرين الترست اللي تحتاج كل الدعم ولها كل التقدير شكرا المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر